السلام عليكم شباب قولة سانوي احنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله بنعمل سامري لليسنت تريجنومتريك فونكشن اليسنت بتاعنا النهاردة من الدروس المهمة اللي هتفضل مستمرها معنا طول عمرنا المعلومات اللي احنا هنرجع عليها دلوقتي هي معلومات حضراك هتفضل هكرها طول حياتك اول حاجة كده نفتكر هو احنا كنا في بريب سري جبنا سيرة تريجنومتريك فونكشن دول في ايه قلنا ان انا لو عندي راية أنجل تريانجل ماشي؟ ده راية أنجل تريانجل هنا تعال نسمي الأنجل دي كده سيتا هيبقى الصيد اللي قصاد الأنجل سيتا دي بنسمي ايه؟ اللي بنسمي ايه؟ طب الصيد اللي جنب الأنجل سيتا اللي اسمه adjacent طب الصيد اللي قصاد اسمه hypotenus طيب في الوقت ده كان عندنا سري فونكشن درسناهم قبل كده وهم سين سيتا وكوسين سيتا ويتان سيتا واتفعلنا انهم راشي راشي بتوين سيتز في الراية أنجل تريانجل يعني ايه سين سيتا؟ هي راشي بتوين الوبزت و الهايبوتونس فالهايبوتونس هيبقى في فونكشن فهتبقى سين سيتا هيعبارة عن مين؟ سين سيتا هيعبارة عن OPPOSIT فهتبقى 3 over 5 cos theta adjacent over hypotenus اللي هي 4 over 5 tan theta opposite over adjacent اللي هي 3 over 5 طيب تعال نربط بقى الكلام اللي احنا درستناه في بريب 3 بالكلام اللي احنا بندرسه في السنة دي في secondary 1 لو انا جيت قلتلك ان انا عندي directed angle in standard position اي ده كده قدام دي directed angle in standard position يبقى ده كده بالنسبة لي اسمه ايه قال لي اسمه initial side طيب يبقى الانجل دي ابتدت من هنا كده لهنا وده كده اسمه ايه terminal side قال لي directed angle in standard position دي انا سميتها theta قال لي الانجل دي قطعت circle يعني في circle terminal side بتاع directed angle in standard position دي قطعها في point اسمها xy طيب السيركل دي ايه اللي بيميزها ان ال radius بتاع circle دي بone ان ال radius بتاع circle دي بايه بone وسميناها unit circle يبقى لما اجي اقولك ايه unit circle يبقى ايه اللي انا استفدتوا ان ال radius بتاع circle دي اللانس بتاع radius بتاع circle دي one unit طيب تعال كده بقى هو يعني ايه terminal side قطع unit circle في point اسمها xy قال لي يعني point دي اسمها xy حسنا يعني ان هل أنني pointнее اسمها xy قال لي ميت تجربة دي كده اسمها اكس. وهنطلع مسافة مقدور هواي. يعني لو ال boriedz اسมาها هوük فهيبقى ده كده. بهاف وده كده بهاف. لو ال bor Tail اسم ümanها وان ابرروت يبقي ده وده واượng اول وده ابرروت يبقى المسافة دي اسمها اكس والمسافة دي اسمها واي. بس علشان الشغبطة دي يبقى دي كده directed angle in standard position terminal side بتاعها عمل cutle unit circle في point اسمها x و y فالمسافة اللي هي بتبقى مشها من تحت دي اسمها x والمسافة اللي فوق دي اسمها y طيب يا مستر مش دي سيتا ودرية angle triangle بالمنظر ده اه يعني انا ممكن في الوقت ده استنتج ايه? الا استنتج سين سيتا وكوسين سيتا وتان سيتا مين هي السيتا? directed angle in standard position قطعت ال unit circle في point اسمها x و y قال يا مستر السين هي عبارة عن opposite over hypotenus يعني y over 1 يعني ب y الكوسين هي adjacent over hypotenus يعني x over 1 يعني ب x اما التان opposite over adjacent اللي هي y over e y over x طيب ايه ده? يعني انا لو معي order the bear order the bear ده one over two one over root three over two ده كده x وده كده مين? وده كده y يبا انا اقدر اطلع منه sine سيتا وكوسين سيتا وتان سيتا قال لي اه ده انت مش بس تعرف تطلع منه التلاتة دول ده انت تقدر تطلع reciprocal بتاعت كل واحدة منهم يعني reciprocal يعني بتشقلب الشكل ده يعني انا هنا دلوقتي مين reciprocal بتاعت sine? قال لي بص بدل بقى ما نقود نقول ايه? the reciprocal of the sine سيتا لا احنا هنقول cosec سيتا يبقى يعني ايه cosec سيتا هي relationship between hypotenus and opposite لانها reciprocal بتاعت sine طب sine كانت بواي يبقى reciprocal بتاعها يبقى مين? قال لي one over y طب مين reciprocal بتاعت cosine قال لي six سيتا تبا one over x طب مين reciprocal بتاعت tan قال لي cutan سيتا اللي هي x over مين قال لي x over one طيب يا مستر انا هعلمهم ازاي انا هتلغبط دول كتير قوي بص اللي قولها s بتابل اللي قولها c reciprocal بتاعت اللي قولها c واللقولها c اللي قولها بتاعت اللي قولها s والtan cutan طيب جميل جدا يعني انا لو معايا order the bear one over two وroot three over two ايه شرطي علشان اقدر اطلع منه ساين وكوساين لازم يبقى ده قطع unit circle طب انا هتأكد منين قال لي مش دا يا جماعة right angle triangle يبقى بيتطبق عليه by secret theorem يعني لازم x square plus y square تديني hypotones bar two لا 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 مش فاهم القانون ده ده قانون by secret hypotones bar two add sum بتاعت two sides 6 تانيين bar two يعني one bar two add x bar two plus y bar two لو الpoint دي حققت الاكواجن دي ده معناها ان هي point of intersect of unit circle في الوقت ده الساين بتبقى y والكوساين بتبقى x والتان بتبقى y over x طب مين هنا كده الساين قال لي root three over two طب مين الكوساين one over two طب مين التاني قال لي root three over two divided one over two root three over two divided مين one over two مش عارف تكتبها fraction تروح عامل root three over two تطلع برا الفراكشن ده كده divide ها اديتني root three طيب لو انا جيت طلبت من حضرتك في الوقت ده الكوسيك قال لي مش الكوسيك دي هي ريس بروكل بتاعة الصين يبقى انش اقلبها تبقى over root three طب السك قال لي دي ريس بروكل بتاعة الكوساين يبقى over one طب الكوتان دي ريس بروكل بتاعة التان فهتبقى one over root three طيب ده كان root three over one خلينا وعنا over root three طيب يبقى دول كده مين قال لي دول كده الـ x وال-y واللي هما صين وكوساين وتاني الصين هي الـ y والكوساين هي الـ x والتان y over x الريس بروكل بتاعة الصين هي كوسك الريس بروكل بتاعة الكوساين هي سك الريس بروكل بتاعة التان هي كوتان طيب يا مستر هي مش دي يونت سيركل يعني الـ point دي كده هي باسماء ايه قال لي اسماء one وزيرو طب الـ point دي كده zero وone يا جماعة يونت سيركل ده كده مقدار تبدأ zero negative one قال لي لازم بقى ادام دي يونت سيركل وادام انت هاخدت الـ value بتاعة الـ x اللي هي هتبقى الكوساين والـ y هتبقى سين يبقى لازم الـ x دي هتبقى including between negative one وال one ما هو يا جماعة ما هو لازم الـ point اللي أخد هلأقول ان sine y وال cos x تبقى of intersect of unit circle فعشان كده لازم x تبقى including من negative one لل one وال y هي كمان تبقى negative one لل one عشان كده وانا بكتب الـ order دي بيري اللي فقو ده مرضي اكتب لك سري وفور لان السري اكبر من اكبر من وال فور اكبر من فدي كده عمرها ما تبقى والكوسين والتان والسيك والكوسيك والكوتان والكلام ده انا مش فاهم يعني امتى الساين بتطلع رقم بوستد للانجلز بقى امتى الساين بتطلع رقم بوستد وامتى الساين بتطلع رقم negative وامتى بتطلع ايه بالزبط قال لي بوستدول الفورك وقت بتاعنا والرسمة اللي انا برسمها دلوقت دي هنفضل كل بنزود عليها حاجات وبتفضل هي اهم رسمة عندنا خلال تعليمنا كله قال لي ده كده قال لي ده كده الانجل هنا بتبقى كامل قال لي zero 360 طب الانجل هنا 90 طب الانجل هنا 180 طب الانجل هنا 270 طيب ده سميناه first quad وده سميناه second quad وده سميناه third quad وده سميناه fourth quad طيب انا دلقتي بديلك الانجل على شكل ordered beer فانا هعرف منين ان هي first quad second quad third and fourth قال لي لو ordered beer اللي انت بدهولي ده first first negative second negative negative third بعرفها منين ده x y هنا x y y order beer first x x negative y y y positive يبقى order negative positive هنا x negative وهنا y negative فيبقى order negative 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 هنا x positive y negative positive negative كده طيب لو الانجل في first quad ده معناها ان x positive y positive y over x positive one over x positive one over y positive وهي كمان positive فعشان كده all angles in the first quad لو حسبت لهم sine أو cosine أو sick أو cosic أو tan أو cutan الانسر بتاعهم هيديني رقم positive لو انت قلت لي sine 60 هتطلع لك رقم عامل ازاي انا هقول لك رقم positive طيب second quad all positive is اختصار لمين اللي sine واللي بيمشى على sine اكيد بيمشى على reciprocal بتاعها اللي هو cosec يبقى sine وال cosec هم الواحدين البوستر والباقي negative قال لي ليه انا لما احسب sine 120 هتطلع لي رقم positive بس لما احسب cosine 120 هتطلع لي رقم negative يبقى ليه عشان 120 موجودة في second quad طيب الت قال ليه تبقى كي tan طيب وليه يمشى على tan يمشى على cutan يبقى اي angel موجودة في third quad الانثر بتاعها هيبقى رقم positive عند tan وال cutan يعني لو بحسب tan 200 هتطلعيني رقم positive tan 250 رقم positive sine 250 رقم negative اللي بيطلعوا ارقام بوستف في third quad هم التاني والكوتان طيب force quad قال لي اخر letter c يبقى هنا cosine واللي بيمشى على cosine بيمشى على مين بيمشى على السك طيب يعني cosine لاي angel في third quad يعني cosine 300 ده برقم positive اما sine 300 ده برقم negative و tan 300 هي كمان برقم ايه negative طيب حلو عايزين ايه تاني قال لي بص بالنسبة الموضوع unit circle لو انا جيت قلتلك ان انا عندي sine theta 90 يبقى انهي ordered bear بيعبر عن angle theta انت هتروح جاي قال لي ايه هي sine theta دي sine theta d x و y قال لي x type هي sine theta 1 بص بلاش دي دلوقتي خلينا اخدها بشكل تاني لو انا جيت قلتلك unit circle ده unit circle دي هي قطعت المكان ده فين قال لي عند 1 و 0 وهنا عند 0 و 1 وهنا عند negative 1 و 0 وهنا عند 0 negative 1 ده هنا الانجل ب 0 و ده هنا الانجل و ده هنا الانجل بكام و ده هنا الانجل ب 100 80 و ده هنا لو انا جيت قلتلك هنا من من sine theta equals one طبعا ما فيش حاجة اسمها sine theta equals 90 انا كان القصدي sine 90 sine theta equals one ماشي يبقى الانجل theta في الوقت ده تبقى كام هي امت ال y مش sine theta بتبقى ب zero امت ال y بتبقى ب one قال ال y بتبقى ب one عند فين عند المكان ده يبقى ال theta هنا هتبقى ب كام ال theta هنا هتبقى ب nine طيب هو طبعا في الوقت ده هيروح رايح اقل كوسين theta zero فانت هتروح رايح عامل order the bear يبقى تاني لو جي قال لك ايه sine theta one و cosine theta zero يبقى ده مكان any angle فانت هتقول x و y y y one order zero one ده موجود هنا يبقى theta بكام يبقى theta d 90 طيب لو انا جيت قلتلك في وقت من الوقات احسب لي cosx theta equals half طبعا احنا عندنا حاجة هندرسها لسه قدام بتعلمك ازاي تجيب angle لو هي موجودة بس احنا دلوقتي الانجل اللي احنا بنجيبها دايما بتبقى اكيد يعني بتبقى موجودة في first quid عايز اجيب theta لو مندي لك cosx theta بhub فانت هتروح رايح اقول لي ايه انا ما عنديش على calculator shift cosx ولا shift sik ولا shift kutab فبحولهم لأصله mean reciprocal بتاع cosx sinc قال لي تقدر تجيب الانجل theta قال لي shift sine 1 over 2 يبقى الانجل theta هنا هتطلع كام 30 وطبعا انا بعمل shift sine وانا مرتاح ومعنديش اي ازمة عشان هو هتلاقيه في المسألة قال لك ان theta is accurate angle عشان بعد كده هقول لك لو sine theta equal half لها حاجات تانية خليها لما ناخدها بس هنا قدم دي acute angle يبقى انت بتعمل shift sine half بقى رياحية جدا فالانت رادي لك 30 سؤال تاني لو انا جيت قلت لك sine theta negative half و thick theta negative root 2 over 3 يبقى angle theta long any quat طيب ولا مستر الصين دي y وال cosec ما بعرفش ما هي ولا x ولا y ده 1 negative root 3 over 2 دي كانت root 2 over root 3 يعني x برضو برقم negative يبقى sine negative الي y x negative الي في الاول يبقى sine negative الي y y cosine negative الي x يبقى negative negative يبقى احنا بنتكلم على any quad بنتكلم على third quad طيب بكده يبقى احنا عملنا summary لل listen بتاعنا النهاردة واتمنى ان الموضوع يبقى مفهوم وان الدنيا تبقى مظبوطة بالنسبة لك شوفكو على خير ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد وخليك دايما فاكر ان طول ما انت ومستر محمد مجد هتبقى فهمها بجد وشكرا